سلس البول أو تسرف البول لا إرادياً أثناء ممارسة الأنشطة المعتادة وخاصة عند الضحك أو العطس حالة شائعة ومحرجة جداً عند النساء نتيجة لما يمرون به من تغييرات الحمل والولادة أو انقطاع الطمط التي تترك أثر كبير على عضلات الحول ومن ضمنها المثاني والأحليل تعالوا معي بها الحلقة لنتعرف على أسباب سلس البول والطرق الطبيعية والطبية المتبعة لعلاج الحالة ومتى تحتاجين لرؤية الطبيب سلس البول ليس مرض يحدث من تلقى نفسه وإنما يظهر نتيجة إصابة أو مشكلة صحية أخرى ويحدث غالباً نتيجة لأحد سببه السبب الأول إصابة العضلات ويسبب سلس البول الإجهادي أو Stress Incontinence هذا النوع هو الأكثر شيوعاً ويحصل حتى للشابات الأصغر سناً حيث يتسرب البول أثناء الجهد من الطبيعي أن تنقبض عضلات الجذع وقاع الحوض أثناء النشاط ليرتفع ضغط البطن لحمل الوزن ومن الطبيعي أن تتحمل عضلات الإخراج الحاصرة هذا الضغط المؤثر على المثاني والأحليل ولكن إذا أصيبت هذه العضلات أثناء الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث تضعف وتفقد السيطرة ويتسرب البول من أبسط الأنشطة مثل الضحك والعطس وبعض الأسباب الأخرى التي تضعف هذه العضلات بمرور الوقت الوزن الزائد أو الضغط من أجل التبرز بسبب الإمساك أما النوع الثاني المسبب لسلس البول هو إصابة الأعصاب ويسبب الحالات سلس البول الملح أو أرج إنكنتنس والمثاني العصبية وتوصف الأعراض برغبة ملحة ومفاجئة للتبول بصورة متكررة أكثر من ثمانية مرات يوميا ويحدث أثناء الراحة أو النوم أو مباشرة بعد شرب الماء بعكس النوع الأول الذي يحصل أثناء الإجهاد السبب هو إصابة في الأعصاب المغذية للأعضاء التناسلية فيحصل موجة مفاجئة من التقلصات اللا إرادية إلى عضلة المثاني لتنقبض فيندفع البول إلى الخارج هذه الإصابة أيضا قد تحصل بسبب الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمت أو قد تكون بسبب مشاكل صحية أخرى مثل انزلاق الدسك وفرط استهلاك الكافيين أو التهاب المسالك ونوبات الصرع والسكري الذي يتلف الأعصاب توجد عدة خيارات مختلفة للسيطرة على سلس البول إذا كنت من الذين لا يفضلون اللجوء للأطباء فيمكنك البدء بالخطوات التي يمكن ممارستها في المنزل لعكس أسباب سلس البول وأولها ممارسة تمارين كيجل أي ضعف العضلات يعالج بتمارين التقوية تمارين كيجل هي طريقة خاصة لتقوية عضلات قاع الحوض عن طريق تمرين انقباض عضلات الإخراج الحاصرة والتكرار عبر بروتوكول محدد شرحت طريقة بسيطة لتطبيق البروتوكول في هذه الحلقة بإمكانك مشاهدتها فيما بعد تركت الرابط في أول تعليق جدولة الذهاب إلى الحمام في أوقات محددة يساعد بشكل كبير في السيطرة على فرط نشاط المثاني يستغرق تدريب المثاني بحدود 6 إلى 8 أسابيع ابدأ بتسجيل عدد المرات التي تحتاجين فيها زيارة الحمام كل يوم ثم أضيفي ببطء 15 دقيقة بين زيارات الحمام ومن ثم نبدأ بزيادة الوقت بين كل مرة والأخرى تدريجيا حتى لو كنت لا تشعرين بالحاجة للذهاب بهذه الطريقة يتم تدريب المثاني عصبيا مع الوقت ثالثا السكر وخسارة الوزن في جميع الأمراض وبلا استثناء زيادة الوزن يضاعف خطر الأعراض وتخفيف الوزن لوحده عامل علاجي في هذه الحالة يضع الوزن الزائد بشكل مباشر ضغط على المثاني والعضلات المجاورة ويسبب سلس البول لذلك إذا كنت تعانين من زيادة الوزن أو السكري أو حساسية الإنسولين أنصحك باتباع حمية الكيتو دايت قليلة الكربوهيدرات وغنية الدهون فنتائجها الحمية سحرية وبفترة قصيرة إذا طبقت بشكل صحيح أيضا تركت رابط حلقة الكيتو دايت في أول تعليق رابعا مراقبة نظامك الغذائي تجنب المشروبات الحمضية والمحتوية على الكافئين التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض المثاني مثل الشاي والقهوة الكحول والشوكولات المشروبات الغازية العصائر وخاصة عصير التوت والسكر والمحليات الصناعية وأيضا تجنب الأطعمة الحمضية الغنية بفيتامين سي مثل الطماطم ومنتجاتها والبرتقال والليمون والبهارات والبصل الني وتجنب حصول الإمساك عن طريق تناول الألياف بحدود 500 جرام من الخضروات والفواكه الطازجة وعليك بممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة أما المكملات المساعدة اليومية فهي فيتامينات بي كومبلكس وفيتامين دي ثري وكيتو وأوميغا ثري والماغنيسيوم والزينك وبهذه الجرعات الموضحة هنا ومن الأعشاب المثبت فائدتها لتخفيف الأعراض رقم واحد ألياف الذرة أو كورن سلك يساعد في علاج التهابات المسالك البولية يمكن استهلاكها على شكل كابسولات أو يشرب كشاي ورقم اثنين زيت بذر اليقطين مركبات زيت بذر اليقطين تساعد في استرخاء تشنجات المثاني وتدعم العضلات الحاصرة أخيرا في حالة عدم نجاح هذه الخطوات السابقة فعلى الأغلب السبب هو هبوط في المهبل أو عنق المثاني وهنا تحتاج لتدخل جراحي من استشاري التناسلية وفي الختام أسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسي الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وعراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر